اتغرب خمس سنين وبعد ما قدر يكون نفسه ويحقق حلمه يتجوز حب عمره اللي فدل متغرب عشانها ماد جنبها يوم الفرح قبل ما يوصلوا شاقة الزوجية ماد لسه لحد دلوقتي الموت المفاجئ بيسيطر على الشباب وفي قصة مؤسرة جدا شهدت قرية سنهاو اتبع المركز ميناء الأمح في محافظة الشرقية حالة من الحزن وده بعد وفاة العريس الشاب اسماعيل محمد عبدالصمد نتيجة سكتة أنبية العريس الشاب ماد وهو قاعد جنب عرصته في العربية وده بعد ما خلص الفرح وكانوا رايحين بيت الزوجية الخبر نزل زي الصدمة على الأهل والصحاب وخصوصا بعد ما كانوا رايحين يحضروا الفرح وفجأة بيجهزوا علشان يحضروا جنازة وتحولت فرحتهم وتهانيهم لعزة ودعوات بالرحمة والمغفرة للفقيد وتحولت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي لأبناء القرية لدفتر عزاء ونعو الشاب اللي رجع بعد خمس سنين من واحدة من الدول العربية قبل أيام من فرحه وده وسط دعوات لي بالرحمة والمغفرة وان ربنا يتخمده بواسع رحمته وان يلهم عرصته وأهله الصبر والسلوان وكشف ابن عم الراحل محمد تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة العريس الراحل وقال انه كان شاب رياضي ومكافح وكان بيشتغل في دولة الكويت خمس سنين علشان يجاهز نفسه ويفوز بحب عمره بنت قريته علة وتكون شريكة حياته ورجع قبل الفرح بعشر ايام علشان يكمل الفرح وعمل حفل قسطوري في القاهرة ومالعريس ما كانش بيقف عن الرأس وانه يتصور مع الكل صور تسكرية كأنه كان حاسس وبيودعهم قال ان العريس فجأة وهو في الفرح حس بنغزى في صدره ولكنه كمل الفرح علشان محدش يحس بتعبه وخصوصا والدته وبعد نهاية الفرح راحت الزفة علشان توصلهم لبيت الزوجية وقال رحنا لحد البيت لكن الصدمة ان القلم زاد وتم نقله للمستشفى ومات بأزمة قلبية وقال ان العريس كان رياضي وبيلعب في واحد من الأندية وسافر علشان يشتغل في الخارج وكان طيب وودود مع كل الناس وأكد الدكتور جمال شعبان العميد السابق لمععد القلب القومي سبب وفاة عريس منيا القمح وده نتيجة سكتة قلبية وقال الدكتور جمال شعبان عن وفاة عريس منيا القمح فجأة ان لله وانا اليه رجعون مات بالسكتة القلبية وهو في الزفة جنب العروسة وفي العربية في الجنة يا عريس بعد خمس سنين غربة وتعب نازل يتجوز لكن الفرح خلص وهو ماكملتش فرحته لكن توفاه الله دعواتكم ليه بالرحمة ربنا يرحمه برحمته وكان دائما بيحذر طبيب قلب الدكتور من الفرح الشديد المفاجئ وقال ان ده ممكن يتسبب في الموت المفاجئ ونشر كتير من المنشورات على حسابه على فيسبوك وقال زي الزعل ما بيكسر القلب ويعمل صدمة قلبية ويسبب الموت المفاجئ كمان الفرح الشديد المفاجئ ممكن يكون سبب لاختلال قهربة القلب والموت المفاجئ وده بيسموه متلزمة القلب السعيد ودايما بيطلب الدكتور شعبان متابعي بالاعتدال في المشاعر وبيقول مطلوب الاعتدال في المشاعر الفرح الشديد زيه زي الحزن الشديد وقبل 24 ساعة من وفاة عريس الشرقية اسماعيل محمد عبدالصمت كتب بعض الكلمات على حسابه على منصة التواصل الاجتماعي فيسبوك وقال ان شاء الله فرحي بكرة وانا رصيدي في الدنيا اخواتي واصحابي مستنيكم نفرح مع بعض وقاسف لو نسيت حد وده لوكيشن فيل الوزير ان شاء الله لقطبسات هتتحرك سبعا لربع من عند المنشار عبالكم جميعا يا رب ونعوه اصدقاء واسرته بكلمات مؤسرة على حسابتهم الشخصية على الفيسبوك وكتب واحد وقال يا وجع كل قلب على حبيبك عليك يا صمعة ربنا يصبر قلوبنا يا رب وكتب واحد تاني وقال اللهم ان عريس الجنة اسماعيل محمد عبدالصمد تيزمتك وحبل جوارك فقيه من فتنة القبر وعذاب النار وانت اهل الوفاء والحق فاغفر له وارحمه انك انت الغفور الرحيم اللهم ابدله دارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله وادخنه الجنة بغير حساب برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم يا حنان يا منان يا واسع الغفران اغفر له وارحمه وعافيه وعافعا واكرمه ونزله ووسع مدخله واخسله بالماء والسلج والبرد ونقه من الزنوب والخطايا قام ينقصه بالابيض من الدنس ادعوه بالرحمة وما تنساش تعملين على ايك وشيرو وكومنت وسبس كريب علشان يمسلك كل جديد